فاز المستشار عدل عبدالباقي بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي السيارات ورحلات المصري وده للمرة التانية في الانتخابات اللي حصلت الاسبوع لفر عامل فترة من 2016 إلى 2020 وكان مرشح للمنصب ده 34 اسم وفاز الدكتور أحمد مرتاجي بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة وشريف السرجاني أمينا للسندوق فيات كرايزلر أوتو مابلز إيجيبت أعلنت عن حملة استدعاء لبعض موضلاتها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ودعت عملائها اللي بيشملهم السحب إنهم يزوروا أحد المراكز المعتمدة التابعة للشركة لعمل فحص مجاني بدون أي تكلفة كإجراء وقائي الموديلات المستدعية هي جيب شيركي موديل 2015-2014 لتغيير الدائرة الكهربائية لكمبيوتر الشنطة وجيب جراند شيركي ودودج دورانجو موديل 2013-2012 لتغيير الدائرة الكهربائية لكتاوة طلومبت البنزين ودودج دارت موديل 2013 لتغيير الدائرة الكهربائية لكمبيوتر الفتيس وكرايزلر بتأكد إن الاستدعاء بيبين حرصها على إرضاء وسلامة جاملائها جميل إنك تشتري عربية وتحس إن أنت مميز بسبب العربية دي وده اللي عملته تيوتا في حملتها I love my Toyota وخلت كل اللي عندهم عربية تيوتا فرحانين بعربياتهم ويشاركوا في الحملة اللي أعلننا عنها في واحدة من حلقاتهم بس الحملة ما انتهيتش بإنهم يشاركوا فيها ولكن كمان كان فيه فايزيني رندوا وعليتها اللي فايزوا في الحملة كان يبقى فقالهم إن الجايزة رحلة الغرداء يسافروا فيها بعربية فورتنر ويشوا يمين طحفة هناك وكمان يجربوا حاجات كتيرة منها رحلة قطس تيوتا نزلت الفيديو للرحلة على صفحيتها على فييشبوك وفعلا خلت الكل يقول I love my Toyota بجد وبفخر الغدسة صحي يا جماعة مجدسي شفيت خيرها الموضوع كده توكرن تيوتا and that's why I love my Toyota ميرسيدس إيجيبت أعلنت على صفحتها على الفيسبوك ختام فاعليات بطولة ميرسيدس طرف إيجيبت للجولف اللي مرد بتلت مراحل مؤهلة للنهائي المحلي التلت مراحل كانوا في القاهرة الجيزة الأسكندرية وأكدت ميرسيدس إن العبور بهذه التصفيات مهم جدا لدخول السباق النهائي اللي بيكون فرصة لكل عشاء ومحترف الجولف في مصر واللي هيكون في 2021 مايو القادم في الجولات المؤهلة في الإسكندرية حصل كل 3 متأهلين عن كل جولة على جوائس خاصة من ميرسيدس وبيعتبر كأس ميرسيدس واحد من أهم البطولات الخاصة بالشركات في العالم موجود في 37 دولة وفي مصر من سنة 2008 برعاية الاتحاد المصري للجولف الاهتمام بالعربية الكهربائية مش في العالم الغربي وبس لأن شركة بترول الإمارات الوطنية إيناق أضافت 9 وحدات شحن كهربائية في محطات بنزين مختلفة في دبي بعد ما افتتحت أول محطة لسرارات الكهربائية في دبي من 6 شهور تقريب وبكده الرقم وصل لـ 10 محطات وده في إطار اهتمام حكومة إمارة دبي لتحويل المدينة لمدينة زكاية واخترت أماكن استراتيجية فيها عدد كبير من السكان لإنشاء المحطات عشان تشجع أكبر عدد من الناس على شراء عربيات كهربائية وفي نفس الوقت أنها تساهم في تقليل نسبة التلقص دبي فعلاً هتبقى مدينة زكاية وقريب جداً بعد ما أطلق الشيخ محمد بن راشد استراتيجية دبي للتنقل الزكي ذات القيادة واللي هدفها أن 25% من الانتقالات في دبي تكون من غير سائق في الموصلات المختلفة وكمان في العربيات الشخصية لأنهم عايزين على سنة 2030 تكون النسبة دي فعلاً اتحققت ويكون الدعم المالي السنوي للإستراتيجية الجديدة 22 مليار درهم محمد بن راشد أكد في مؤتمر صحفي أن دبي بتتقدم على مدن العالم في استخدام التقنيات المستقبلية وأن القيادة الزاتية الهدف منها تسهيل حياة الناس وزيادة إنتاجية الأفراد والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وفي المؤتمر اتعرض فيديو بيبين متعة القيادة الزاتية عشان كده شركة فولفو السويدية قررت أنها هتنتج مليون عربية كهربائية بحلول 20-25 وأكدت أنها هتقدم كمان في 2019 نسختين هايبريد على الأقل من كل موديل من الموديلات اللي تنتجها دلوقتي ده بالإضافة لأول عربية كهربائية هاكان سامويلسون رئيس مجلس إدارة فولفو قال أنه هيكون تحدي كبير للشركة لأن فولفو عاوزة تكون في صدارة الاتجاه العالمي للتحول لعربيات الكهربائية شركة فولفو باعت في السنة اللي فاتت أكتر من 500 ألف عربية عالميا وده كان بزيادة 8% عن السنة اللي قبلها كشف رئيس قسم الأداء في شركة مرسيدس طبيوس مارس بأن الشركة دلوقتي في مستوى بيسمح لها أنها تدعم الموديل الجديد AMG وأكد مارس في حوار لموقع Auto Car بأن العربية مش هتكون بديل لموديل SLS اللي هتكون مستوحية بشكل أكبر من عربية مرسيدس اللي بتشارك بسبقات فورملا 1 العربية الجديدة لو خدت الدول أخضر لبيت الإنتاج هتستعين بأحدث تقنيات المحركات الهايبرد هتستعين بأحدث تقنيات الموديل تيسلا فعلا دخلت منافسة مختلفة جدا وهي عالم عربيات الأطفال لأن العربية الصغيرة اللي بيسوقها الأطفال ما بقتش مجرد لعبة تيسلا قررت تدخل منافسة بعربية تحفظ هيتم ترحاها في الأسواق في شهر مايو وفتح بباب الحكز فعلا العربية هي التيسلا موديل S بالثلاث ألوان اللحمر واللزرع والفضي وهي أول عربية تشتغل بباتريات ليتين ممكن توصل سرعتها لـ 600 في الساعة فوانيز بتتحرك وفيها شنطة ونظام بصوت كامل وفيه كماليات تانية ممكن تشتريها لوحدها زي رخصة للعربية وغطى وعلامة الوغوف والعربية سعرها تقريبا هيكون حوالي 500 دقار نيوزلاندي هايدن بالدوين سائق هيونداي حقف وزوء الأول في بطولة العالم للراليات للرالي الأرجانسين وده كان في الجولة الرابعة لمسم 2016 وده بعد منفسة شارثة مع الفرنسي ستيبستيان أوتجي سائق بولتزباغن اللي جاء في المركز الثاني والمركز الثالث كان من نصيب نيرويجي أندرياس مايكلسون سائق بولتزباغن فالنتينو روسي دراجة معها حقق الفوز في سباق جايزة أسبانيا الكبرى من بطولة العالم للدرجات النارية موتو دي بي وده يتفوق على لورنزو ومارك ماركز روسي سيطر على السباق رغم محاولات لورنزو للحاق بي ورجع ذكريات أمجات فوزه بالبطولات خصوصا أنه بيحقق فوز الأول بعد سباق سيلبستون في أغسط السنفات اشتركوا في القناة لاحقا سر فيديوهات بيم دابليو مع جي جي حديد مع صورة جديدة من بوجو لورنزو يترك فريق ياماها لعب كرة ممنوع من القيادة